تونس يقع مسجد الحسين بين خان الخليل وهو سوق قديم في القاهرة وجامع الازهر وسمي المسجد بهذا الاسم نسبة الى سيدنا الحسين ابن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ميزات هذا المسجد الاخرى وجود حجرة فيها بعض مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المجموعة احضرها الجنود المسلمون خلال الحروب الصليبية وهذه المجموعة تجعل المسجد فريدا من الناحية التاريخية زخارف منطقة العرض هذه تدل على حب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ تجديد وتزين هذه الحجرة قبل حوالي مئة عام وهي مزينة بالفريات والمنسوجات المصرية والخطوط الاسلامية المتميزة والرسوم والزركشة الجميلة ومصر معروفة بالزينة المتميزة والجميلة وظلت مصر تقدم الكسوة للكعبة المشرفة لقرون عديدة وذلك قبل افتتاح ورشة لهذه الكسوة في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية خط الثلث هذا مزركش باناقة وروعة فائقتين لا يفضل للفنانين المسلمين ان يصنعوا المنحوتات او النقوش التي تصور الكائنات الحية ولذلك لجأوا الى زركشة وتنميق الخطوط العربية ويصعب مضاهات فن وابداع هؤلاء الفنانين المسلمين تحتضن هذه الحجرة الخاصة في مسجد الحسين مجموعة من مقتنيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي محروسة احترازا وقد تم التحقق من ان مواد هذه الحجرة هي المواد الاصلية الخاصة برسول الله وقد اعتمد التحقق على الوقائع والحقائق التاريخية وعلى التحليل العلمي الشائف احمد رضوان عبدالخير مسؤول عن هذا المسجد وهو مسؤول عن سلامة الكنوز والحفاظ عليها بامان هذه القطعة البرزة من هذا الجانب هي عبارة عن قطعة من عصائف الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من شجر الشوجب وهو ينبط في المدينة المنورة او في بلاد الإجاز عموما وقد اجرينا عليها التحاليل الكيميائية فسبت انها قطعت من اصلها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فالعلم يؤيد السيرة والتاريخ في نسبة هذه العصايا الى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اللون الزيش هذا هو قطعة من قميص الرسول صلى الله عليه وسلم الخيوض التي اعلى هي للحفظ والحماية انما القميص هو هذه القطعة ده هذا القميص او القطعة من القميص هي من القباطي المصرية كتان مصري والرسول كان يلبس ثلاثة انواع من الملابس سحولية كانت تأتي من اليمن سحولية كانت تأتي من اليمن بلد اسمها سحول في اليمن والقباطي وكانت تأتي من مصر وهذا روح من القباطي المصرية هذه الحافظة المستطيلة هذه الحافظة المستطيلة بها فتحة في داخل الفتحة قطعة من الشمع صغيرة بها اربع شعرات تنسبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم من شعر رأسه عليه الصلاة والسلام لانه كان يحلق شعر رأسه وكانت القبائل تكاد ان تتكاسم هذا الشعر حبا في رسول الله وتبركا بكل ما هو منه عليه الصلاة والسلام وهذه الشعرات مصبوضة من عهد رسول الله الى يوم الناس هذا الى هذه اللحظة ومعروف ان اي شعر عمره الاضطراري ما بين سبعين او سمانين عاما ويبيد ويكلاشا لكن هذا الشعر لانه منصب رسول الله له خاصية خاصة لذلك هو نجده الى اليوم الموجود في هذا المكان صلى الله على كل الله التي امامنا الان مقحلة ومرود مقحلة زي الملعقة يأخذ بها القصر المرود يوضع ثم يوضع في العين مقحلة ومرود الرسول كان يكتحل بقصر اسمه الاسمد يباع في المدينة المنورة كان يكتحل لا لرمد لانه ما اصيب بالرمد في عينيه مدى حياته وانما كان يكتحل لبيان الجواز وانه للرجل ان يكتحل ولا شيء في ذلك صلى الله عليه وسلم هذا السيف هو سيف النبي صلى الله عليه وسلم اهدي اليه من سعد ابن عبادة زعيم الانصار ووجدنا مكتوب على السيف بخط بكيك جدا وبحروف كوفية محمد رسول الله من سعد ابن عبادة فالعلم يؤيد السيرة النبوية ويؤيد التاريخ على انه هو سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المصحف الكريم الذي كتب في عهد الخليفة الراشد الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد كتب على جلد الغزال والقرآن الكريم هو كتاب جمع فيه وحي الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن الايمان والشريعة والاخلاق وهي ثلاثة مبادئ اساسية تتعرض لكل مجال في حياة المرء الشخصية بدأ جمع المصحف على شكل كتاب في عهد الخليفة الاول ابي بكر الصديق لان كثيرا من حفظة القرآن الكريم صاروا يستشهدون في المعارك المختلفة والقرآن الكريم الذي جمع فيه كتاب سمي المصحف وقد كتبت خمسة مصاحف ارسل منها اربعة الى مكة المكرمة والشام والبصر والكوفة بحيث تستنسه هناك ويظل المصحف الخامس في المدينة المنورة لدى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهذه النسخة تسمى مصحف الامام ومنذ ذلك الوقت صار القرآن الكريم ينتسخ من تلك النسخ الاصلية ويوزع الى اركان المعمورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة